السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبركة من الرحمن النهاردة هنعمل فراخ مدخنة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة كمان تنفع قوي للي بيعملوا ضيت ويعايزين يكلوا أكلات هلسي يلا مع بعض نشوف المأدير بسم الله ومأديرنا سهلة جدا هنعمل صدور فراخ مدخنة هتبقى طعمها طحفة وهلسي وخفيفة وتنفع كمان في العزمات لسندرجات المدارس يلا مع بعض نشوف المأدير أول حاجة معي معلقة عصير للمون وكمان بشر للمون نص معلقة صغيرة ومعلقة صلصة على كاتشب وهنا معلقة صغيرة من السياسوس كل حاجة معلقة ومعلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من زيت الزتون نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة وهنا فلفل أسود أو أبيض وهنا البربك سوس البربكيو وكمان هنا معايا معلقة صغيرة من صفوص الباربيكيو ومعلقة صغيرة من المستردة كمان معايا زعتر فريش وروزميري ومعلقة بقى كبيرة من البابريكا المدخنة وكمان نصف كباية من مية البصل ومعلقة صغيرة من البصل البودر والتوم البودر كمان ممكن نضيف ماجي لو نحب اللي هي البودر وكمان نصف كباية من الزبادي دي كل ما قادرنا هنعملها النهاردة بالزعتر والروز الماري هتبقى تحفة بسم الله ممكن اللي مش عايز اي كلكيع ملح وتوم بودر وبصل بودر هنا هضيف اللمون وميت البصل وزيت الزتون ممكن استبدله بزيت عادي وكمان هضيف الزبادي او ممكن اللبن الرايب والبابريكا والزعتر والروز ماري والكسبرة وكل بقى التوم البودر والبصل بودر والملح والمستردة ومعلقة الصلصة ولو عايزين نضيف مايونيز نضيف كمان قطشب اللي انتو عايزينه مش عايزين كل ده ملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر وميت بصل انا كمان ضفت معلقة سويا سوس ممكن كمان اللي ما عندوش يضيف معلقة عسل ابيض او معلقة عسل اسود هنا الصدور بتاعتي شلت بقى الموزة الحالوة دي على جنب بنا نشوفها كويس جدا علشان تشرب من الماريني اللي انا عاملاه او التدبيلة علشان تتغلغل كل حتة من الفراغ تدخلها التدبيلة يفضل التدبيلة دي طوات في التلاجة حوالي ساعتين لو مستعجلين بقى كفية نص ساعة كمان ممكن نعملها من بالليل ونغطيها بالستريتش ونخليها في التلاجة لو احنا بقى بنشتغل هنيجي على طول نحطها على الطاصة او الجريل مش هتاخد معانا اي وقت هنا هسخن جريل او اي طاصة عندك على النار كويس جدا جدا وديها مسحة بسيطة بصورة كده فيها زيت او جناندين وخطي بقى واتمعي تشي بقى هو ده المهم علشان عايزة احافظ على العصارة الداخلية اللي في الفراخ ما تنشفش لان انتو عارفين اللي ان الصدور بتبقى ما فيهاش دهون فبتبقى ناشوة شوية فلازم الطاصة تكون سخنة بصوا خدت كده التشميع الحلوة ديت ممكن كمان نعمل الوصفة دي بصدور الفراخ العادية يعني بالبنية وخدي بقى من الصوص ده بقى كده وبالروزماري ودهنيها يدي لها ريحة حلوة قوي بصوا بقى الجمال ما عندناش جرير لطاصة يعني ولا اي حاجة توقفنا وحطي كده بقى الروزماري والزعتر وشم احلى ريحة التدبيلة دي كمان تنفع للفراخ المشوية يعني بصي بقى تدبيلي بيها كده ايه صنية فراخ حلوة كده ودخليها الفرن بتطلع روعة بتبقى جوسي من جوة وطرية الزبادي على فكرة من الحاجات اللي بتطري الفراخ هي واللمون هنا بقى كده ايه باربيكيو ممكن كده ايه نديها تلميع كده دلع مفيش ولا اي مشاكل يعني لمحها بشوية زيت بعد ما استويت ببتدي غطيها علشان عايزة كل العصارة تبقى داخلية متنشفش لاني لو اطعطها وهي لسه سخنة هتتكسر مني ومشى يبقى فيها اي عصارة التغطية دي مهمة جدا حتة فحمي بقى حلوة كده بقى وشمي رحت الشوي ممكن التدبيلة دي مع الفراخ المشوية بتبقى عظمة بصراحة انا بقى دلعتي نفسي شوية بقى بما اني عاملة ضايت لان الناس كدير جدا بتقول الضايت اكله متعب او مش حلو حابة فسولية سوتية مع شوية جزر وخيار وطماطم وبولة رزة ابيض مع شريحة من الفراخ طبعا مش هاكلها كلها تبقى كتير جدا بصي بقى كده ايه دلعي نفسك الناس اللي بتعمل ضايت ممكن تاكل اكلات حلوة جدا ومفيدة بدون زهق وهنا بقى قطعت بقى شوية منهم وده السوس اللي كان في الطاصة حطيت عليه مية ومعلقة نشا وحطيت تقلبتين يا دوبك بس غلي على النار النشا استوت هنقدمها مع الفراخ السوس ده بقى فيه كل الفليفر بتاع الفراخ بيطعمه حلو وقامي مع الرز نحط فيه كده شريح الفراخ وصفتنا سهلة وبسيطة وتنفع للكل اللي بيعمله ضايت مش عشان بنعمل ضايت مش ناكل اكلات مفيدة وكمان يبقى طعمها حلو وكمان تنفع في العزمات يعني بصي بقى ايه التدبيلة دي تنفع للكل المشاوي النهاردة وصفتنا كانت سهلة وبسيطة لو عجبتكم الوصفات الضايت اطلبولي اطلبوا في الكومنتات وان شاء الله نتقابل فيديو جديد كنت معاكم فاطمة ابو علي واسبكم على خير والسلام عليكم